حديث حبه صلى الله عليه وآله وسلم التيامن التيامن يعني إيه؟ أنه يبدأ باليمين في الأمور الشريفة النبي يحب يبدأ باليمين في إيه؟ في الأمور الشريفة والأمور اللي فيها نقص يعملها باليسار خدت بالك دي سنة نبوية في كل أسليب حياته وبالتالي عندما تصافح إنسان المصافحة دي من الأمور اللي فيها تشريف يبقى تصافح باليمين حتاكل تاكل باليمين كويس؟ حتناول إنسان كتاب تناوله باليمين خد بالك عايز مثلا إيه؟ تصفف شعرك تصرحه تبدأ بالجهة اليمنى عايز تتوضى تبدأ بالجهة اليمنى أغسل الزراعين أبدأ بالجهة اليمين أغسل الرجلين أبدأ بالجهة اليمين يبقى كل ما هو فيه تشريف أدخل المسجد أبدأ بالرجل اليمين طيب الأمور اللي فيها نقص حلبس يبقى أدخل إيه؟ إيدي اليمين الأول قبل إيدي الشمال أدخل رجلي اليمين قبل رجلي الشمال طيب حخلع يبقى أخلع إيه الشمال قبل اليمين في الخلع العكس واخر باك حلبس الشراب ألبس الشراب الرجل اليمين الأول ولما أجي أخلع أخلع إيه؟ اليسار الأول وهكذا لا عايز أدخل إيه؟ الخلاء لقضاء الحاجة أدخل باليسار هخرج هخرج باليمين أدخل المسجد هدخل باليمين أخرج بالمسجد أخرج باليسار وهكذا بقى في كل حاجة هتحلق شعرك بعد العمر وبعد الحج يبتدي الحلاء بالجهة اليمنى يحلق الأول لأن الحلق دي عبادة والعبادة تشريف يبسأة أحلق اليمين الأول قبل اليسار وهكذا بقى في كل الشؤون فالنبي كان يحب التيمن في شؤونه كلها في ترجله وفي تنعله وفي إيه؟ وفي تهوره في كل أمور فده الحديث ده مهم جدا عشان يعلمك في حياتك العادية إزاي تبقى ماشي على الطريقة النبوية الشريف لأنك انت أخد بالك كلما تكون أفعالك وأقوالك وأحوالك مطابقة للنبي كلما كنت على صورة الإنسان اللي مخلوق في أحسن تقويم مش ربنا يقول لك قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم غاية ما الإنسان يصل إليه الكمال إنه يبقى إنسان في أحسن تقويم طاب و مين هو أحسن إنسان خلقه الله هو النبي صلى الله عليه يبقى الإنسان كلما تبقى على ممط حياة النبي من حيث حركاته وكلماته وتصرفاته وأحواله الشريفة كلما كنت الإنسان اللي في أحسن تقويم اللي هو ربنا أسجد الملائكة له في سورة أبو ناد اللي يقوم بحق الخلافة يبقى اللي يقوم بحق الخلافة لابد يبقى إنسان في أحسن تقويم واللي مش هيكون بحق الخلافة رددناه أسفل أسافرين يبقى يعني أخسم الأنعام أخسم الحيوانات فهمت بقى فهنا الحديث بيقول إيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامنا ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله شوف الحديث ده بيبين لك فصاحة ستين عائشة لأن ستين عائشة دي كانت فصيحة وكانت كمان موفقة والنبي كان يحب ايه يحب فصاحة ستين عائشة ولا بقت يا حتى كان ما تيجي يسمع منقشتها الحد يقول إنها بنت أبي بكر يعني يعني حجتها واضحة قوية وكان يقول لها يا موفقة كان ايه النبي صلى الله عليه وسلم فتشوف بقى طريقة كلام ستين عائشة يبن لك ايه فصحتها في الكلام وفي توفقها فبتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قالت كان تفهم إن الكلام ده بترويه بعد وفاة النبي مش كان ده فعله ماضي يعني كان في حال حياته يبقى من أول ما قالت كان نفهم على طول إن الحديث ده بترويه بعد حال ايه انتقال الحبيب صلى الله عليه وسلم للرفيق العالم من أول كان دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن وطالما النبي أحب شيء يبقى أحبه الله لأن النبي رسول الله ورسول الله لا يحبه إلا ما أحبه الله تفهمت؟ كان يحب التيامن يبقى ما أحبه النبي أحبه الله وما أحبه الله يثيب عليه تفهمت إزاي؟ لأن معنى ربنا أحب الشيء معنى إيه؟ معنى يثيب على فعله هذه معنى أحب الشيء